ظنوا بأنهم عندما يعتقلونه ويتهمونه يخوفوني وهم لم يفهموا لم يفهموا في الحقيقة أن بالنسبة إلي ما فيش شيء في هذه الدنيا يخوفني أنا لا أخاف إلا الله سبحانه وتعالى رأس الحكمة ما خافت الله إذا خفت الله بصدقه بحق لن تخاف الناس أبدا لن تخاف من أي بشر من أي حاجة من أي شيء فاعتقال عبد الرحمن ما يخوفني ولا يرجعني ولو كان جيت من النوع اللي ممكن يتأثر ولا يتراجع عبد الرحمن لن يقبل أنا عرف طينة عبد الرحمن وطينة أشقائي وإرادتهم في الدفاع على الحق مثل الكثير من الأحرار أو الله الحمد وأنا قلت هالكم ونعود هالكم والله لو قتلت أبنائي أمامي في بيتي أمامي ما تراجعت مدام كي نفس في هذا الجسد ما تراجعت يعني جاي اليوم لللايف وألم في ظهري ألم شديد وشديد جدا يعني بصعوبة نتحرك ممكن كشفوا موفمون والله صرع لي هكذا أدى إلى هذا الله لكن قلت أبدا والبارح لو كان كفاني الوقت يعني كنت خارج لندن ولما أدخل إلا بعد الأحدى عشر كون كفاني الوقت لو كون جيتكم لايف للأسف ما كفانيش الوقت جيت متأخر جدا فما حبيتش نجيكم متأخرين أنا لا يخيفني الناس ولا البشر ولا التخويف ولا التهديد والعصابة هذه المفروض تفهم هذا جيدا 27 سنة وأنا معاكم في هذه المعركة كيش نهار تراجعت نهار لي بعثتوني الوالدة في 96 باش تقول لي يا وليدي وراهم كذا وممكن يا رانا كذا ورانا في الخطر قلت له له كان يعد عندك 70 روح يا أمي 70 روح تخرج روح روح الله ما أنا متراجع كلام هذا في 96 عنده 26 سنة وأجاد ذغوطات وتخويف وترهيب وترغيب وارواح ونعطوه لك وتولي وش تريد ومنصب وسافير إنكم لا تفهمون لدينا قيم ومبادئ والله لا نبادلها بمال الدنيا كلها بسلطان الأرض كله نحن ندافع أنا أدافع ولا أزع مني وحيد كان كثير من خاوتنا وأخوتاتنا نحن ندافع على المستضعفين على المعطلين على المنهوبين على المظلومين على المحبورين وسنظل والله إلا ثباتنا هو ثبات الجبال أبدا لن نسلم ولا نتراجع مهما درت مهما عرضت مهما خوفت مهما رغبت مهما حبيت وعندنا ليس لدي ثمن ما عنديش ثمن أنتم ما دايرين في بالكم وأنا سمعتها كثير منهم يقول لك كل واحد عنده أمبري كل واحد عنده سعر مش كل واحد ومش كل واحد أصحاب المبادئ والقيم لا ثمن لهم لا ثمن لهم ما تقدروش تشروهم بأموال الأرض كلها عبد الرحمن أصير رهينة عند المخابرات الإرهابية فقط من أجل الضغط علي أنسوها أنسوها لو كان يبقى مئة سنة في عمره ويبقى رهينة عندكم أنا لن أتردد ولن أتراجع في المنادات بدولة القانون دولة العدل والحق دولة مدنية تقرير المصير فهموها وهنا نقولها لكم باللغة البسيطة